اهلا بكم بمطبخ بسمتي وصفتنا اليوم هي كوكيز الشوفان والكينوة وصفة كتير صحية ومغزية لتحضير هالوصفة لحنا بحاجة لكوب من الشوفان كوب من جوز الهند المبشور كوب من الطحين نص كوب جوز البيكند أو جوز عادي مفروم نص كوب زبدة الفول السوداني نص كوب كينوة مسلوق نص كوب سكر بني مضغوط أو سكر موسكوفادو نص كوب تفاح مطهو ومهروس حبتين موز مهروسة مع الأصغيرة بيكينج باودر مع الأصغيرة ملح مع الأصغيرة بيكينج سودا ومع الأصغيرة خلاصة الفانيلا بوعاء ننخل للطحين الملح البيكينج باودر والبيكينج سودا ومنخلط شوي بعدين منضيف الشوفان وجوز الهند والكينوة المسلوق ومنخلط في ويعاء آخر منخلط الموز المهروس والتفاح المهروس وزبدة الفول السوداني والسكر البني والفانيلا ومنخلط منيح بعدين منضيف هذا المزيج إلى مزيج الشوفان والكينوة ومنخلط بالسباتولا آخر شي منضيف الجوز ومنخلط منشكل الكوكيز باستخدام معلقة آيس كريم ومنضعهم على صينية فرن مبطنة بورق فرن وبنخبز الكوكيز بالفرن المسخن مسبقا على 180 لمدة 20 إلى 25 دقيقة وإن شاء الله ألف صحة وعافية إذا عجبكم هذا الفيديو لايك وشير وتابعونا بوصفات جديدة باشتراك بقناة باسمتي اشتركوا في القناة